الأول أنا هدخله جامعة فيه على أساسه هبدأ أردت بمواد الـ IT من مشاكل كبيرة اللي بتقابل الناس في موضوع اخطوار الجامعات إنه يجي يفكر في موضوع الجامعات وابنه في year 12 أو لو كانت مدرسة year 13 في المهم السنة الأخيرة بتاعته دي مشكلة كبيرة شوية إن مش قاتل يتحرك بشكل كتير هو خلاص اللي تم تنم إن أخده وخده لكن أنا عادر أقول الطلبة اللي عمنا ليسا من year 9 ومن year 10 أبدأ أشكروني دلوقت أنا عايز أتأخذ الولادي فيه مصر زي ما اتفقنا هنا أخد 8 و1 أو 2 هندرس برا مصر يبقى عندنا خمسة و3 طبعا في حاجة تانية موضوع foundation ممكن قبل بأن أنا ممكن أطلع foundation لو أنا ادناهي صفر صفر خلاص لإبني أو لمنتي يبقى ممكن أطلعه foundation من مرة يبقى أخذ 5 وفي الوقت ده تعرف على شكل المناهج والمكان اللي هو فيه الأتموسفير اللي لسه حواليه ومش مسؤول بمعنى صح يعني خمسة أولابل من الممسي وطلع بيدول هو supporting للسنة كولا دي ده foundation مش مسؤول زي الطالب اللي عندنا فيه ده ممكن حاجة ذاكت طيب أنا الطالب مثلا أنا محتور ممكن أكمل في مصر وممكن أكمل برا مصر نحنش عافين يستصرخنا في الوقت ده هناخد المواد الأصلية هناخد خمسة أولابل وخدنا مثلا معاهم المشترك ما بين الاثنين خمسة أولابل وواحد أولابل لو كملنا برا مصر يبقى هنكمل اثنين أولابل لو هنجود هنكمل جوا مصر هنكمل كمان بثلاثة أولابل فببدأ في السنة الأولى أشوف خلاص خط الخمسة أولابل مثلا السنة الثانية هنبدأ ان انا اشوف ان شاء الله اخد اي لابل و اي لابل في حالة ان انا انبتوين مش قادر اوصل في كل الاحوال هتطر ان اخد دول و دول او هتطر ان انا اخد كأنها حاجة مصر ولو ملحقتش وطلعت برا سافرت اخدها فعونيش فدازم دي دايما رازم يكون محددها حاجة الثانية ان دايما نختار المواده ريليتد لمعضا يعني ايه مواده ريليتد طالب مثلا هيدخل تطبق او مثلا هيدخل سيدلة الطالب الى داخل تطبق او سيدلة ده المفروض ان هو في الحاجات الاختياجات بتاعته ان محتاج البيولوجي محتاج الهيمة البيولوجي محتاج الكامستري يبقى دي من المواد الاصلية بتاعته طالب طالب مثلا عندي داخل هندسة يبقى مثلا محتاج الماعث محتاج الفيزيكس لو هياخد مثلا عايز كومبيوتر ساينس مثلا او او اي سي تي حسب اللي هو اتجاه بتاعه فين يبقى هاخد دايما مواد مدعمة بعضها ويقدر تفيده لالجمحة يعني انا عاوز ان انا التبرو بشكل ان انا اسيسته في فترة بما معاها كمان ما يخص الجمحة بالنسبة للمواد اللي هيدخلها فانا هحدد مثلا زي ما بقول هدخل في اتجاه البيولوجي اخد الهيمة البيولوجي اخد الكامستري هدخل في اتجاه الانجينيرينج مثلا يبقى انا خدت الماس خدت الفيزيكس حبيب اخد اي سي تي وكمبيوتر ساينس ابلبل يبقى تي دي الحاجات اللي انا بضطر ان انا عملها بالنسبة للموضوحة في المواد ان انا اخدها بقى اخطار ان هي تكون كيمبريج والايدكسيل والاوكسفورد بالنسبة لنا يفضل بالنسبة للمواد الـ A-Levels في جروف ساينس طبعا يفضل ان تكون فيها ايدكسيل اكتر ما تكون كمان انا اخدها كيمبريج والايدكسيل والاوكسفورد هنلاحظ على مستوى الـ A-Levels طبعا في بعض مدارس هيا عندها تحكمات شوية انها هتدي داعا لو في حالة المدرسة مش هتدي غير المنهج ده خلاص احنا مع المدرسة ما عندناش اي مشكلة لكن اللي انا هتكلم فيه في حالة لو افترضنا ان المدرسة تديني لقبلت ان انا اخد اخد او دا او دا ما فيش مشكلة طبعا في الـ A-Levels الاختلافات مش هنلاقيها كثير او ما بين كيمبريج والايدكسيل لكن بالنسبة لـ A-Levels يفضل بالنسبة لـ الـ E-CHA يمكن ان نتشايا بهم احنا بعض ال encourage دول يفضل فيه الـ ADXL أنا أريد كده كده بذريس التالي دي أنا أريد Cambridge و ADXL و Oxford فمنذ بي لي ليس تفرق لكن أنا أتكلم على... خلاص هو الطالب يسجل المادة اللي هو مسجلها زي ما أخذها، مندهله زي ما هو لكن في حيث لو بيسأل الامتيازات اللي هتقابلنا في الـ A level إن الطالب يقدر يدخل المادة المقسمها الأكثر من unit يعني مثلا بيجي في الـ AS أندو، يونت 1، يونت 2، يونت 3 ده بالنسبة للتالي موضوع يجي من نسبة للـ A2 عنده unit 4، unit 5، unit 6 ففي حالة إنه هو عايز يدخل مثلا دي في أكتوبر نوفمبر عايز يدخل دي في جان عايز يدخل مثلا جون يقدر يخطر ويقسم الـ unit دي موضوع دي فيها ميزة كويسة جدا من نسبة الحاجة الثانية سوريا الدكتور بعد إذن حضرتك أنا كنت سمعت إن مصر ساعات عندها مشكلة في حتة التقسيم ده صحيح الكلام ده ولا مفيش فيها مشكلة لا أولا حسب حاضرك عاملت كاشا كيف حاضرك مثلا سجلت مبترض أن تدخل إلى unit 1 مثلا في جانب ويند 2 و3 في جون وكلهم معمولين كاشا على جون يبقى خلاص كده محسوبين تراير واحدة والساشا واحدة خلاص يعني أنت حاضرك لما تتسجلي ستتحدثي أنت بتعملي إيه أنا مثلا أنا عايز أدخل ده في ميجون يعني تسجيلي نفسه أنا مسجل كده ميجون فباجي بعد كده أكتب له تأسيم بقى unit 1 بديليها معادين يقول لي مثلا إنت هايز تاخدها في جانب ولا تاخدها في جون وكل ده محسوب تبع جون خلاص اخترت مثلا مجال unit 2 في عندي في مي ولا تاخدها في جون في جانب مثلا برضو حد التالي فبحدد اللي أنا اخترته كل دول تحت اسم ميجون حضرتك تقصد أن في الآخر الشهادة أو يعني بتطلع في الآخر أن هي النتيجة واحدة عما تجمع يعني هناك فالأجامعة على فكرة طبعا أن أنا أتكلم في مستوى live وفي مستوى online من نسبة لأن لما أتطلب أن تكون متاحة live ما لدينا مشكلة كثير أنا أتكلم بالنسبة لشغل الأكاديمي عندي لها نحن نطلب لكل ده تاخد online طيب إيه فرق أن هيخد عندي online أو أكادي ياخد live في online ما أريد أن أشرح له Theory مش أشرحه لأن لأن لازم هو يشتغل بأدية فعلشان يشتغل بإيل ويجرب الحاجات يبقى لازم في الوقت ده أن هو يجرب وحد يمرونوا عليها وبيعمل كيفية والحاجات نفسها وفي النسبة لل بالعالج عنده والميكروسكوب والفايزيكس عنده لازم يشتغلها بأدية ففي حالة live ما فيش أي مشكلة سواء لدرسة مغفرة سواء كان بياخده ما فيش مشكلة يعني الـPractical لا يدخل لاب لكن في كيمبرج هيدخل لاب واشتغل بأدية لكن في الـEDXL ما فيش شغل في لاب دي دي الفكرة كلها فده المستين اللي بيقابلونا هنا بالنسبة للـEDXL عن كيمبرج في الإيلة بالس ده بالنسبة للموادس طبعا في حالة المدرس ما أقول بتدي خلاص هي كيمبرج بس نحن مع المدرس ما دعش مشكلة بس بشارت أن نتأكد بقى نتطلب في الوقت ده أنه هو بيشتغل براكتل في المدرس يعني يدخل لاب ويشتغل بإيده علشان مهما وصفت له أنه يعملها ازاي مش هيقدر يعملها لازم يشتغلها بدي فده دي بوينت بس اللي تهمنا بالنسبة للجزئيات طيب زي ما بقول بعد كده أنا خدت الدرابات بتاعتي أو الحاجات التي أنا أدخل بها الجامعة فتقسمها على 5 sessions الترايليز بتاعتي كان يعتبر بالنسبة لي في يار 10 ويار 11 ويار 12 دخلت في كل واحدة من دول ماي جون ويدي تعتبر مان وان وان مالهاش مفرر بالنسبة لي خلص هو أنا أدخل جون وجون وجون إن شاء الله بعد كده في عندي اتنين كمان أخذهم بقية إما نوفمبر مع نوفمبر أو جان وجون أو جان ونوفمبر حسب مختار لما أنا كنت أخذ المواد اللي أخذها كانت كيمبريج والإيكسل لأن طبعا بالنسبة لكمبريج بالنسبة للمواعدهم كان عندهم ماي جون وأكتوبر نوفمبر لكن المواد اللي أخذ كان جان وجون وطبعا تتحص لكي بدأت أكتوبر نوفمبر كمان معها فمن ضمن الحاجات بالنسبة للإدهازات اللي كانت موجودة مع الإيكسل حاليا عنده ثلاث نوعين عنده في جان وعنده في جون وعنده أكتوبر نوفمبر كمان فدي أقدر أن أرى المواد حاجة كمان هنا في اللاس أن أفترض تدخل يونت 1 هنا وثو وثري فجايب أن هو في يونت 1 كويس وثو قليل وثري كويس يقدر أن هو يعيد يونت واحدة أه يقدر يحسن يونت واحدة دي برضو من حاجات الكويس لكن في كيمبلج هو باكتش تيكت قليل انت خدت الاس على بعضه فأنت جبت في كويس أوكي ما جبتش فيها تأيب تاني لكن دي اليونت سأضر عادة وكمان لو كنت واخد مثلا يونت 1 في جان وخدت 2 ثري في جون لو طلع لي مثلا يونت 1 مش عجباني قوي ينفع دخلها مع 2 ثري في مية جون كمان اه ويتحسب كل ده ترع الواحد فأنا بدي لكم بس الحاجات اللي هي تطور من الكواليزم الداخل ايه الفرق ما بين المواد وبعضها في اختارنا فيها الانجل طبعا الطالب اللي ما بيكون لو الطالب في اللاجلج بتاعته مش عالي قوي بياخدها اكسفورد بالنسبة الانجل بنقول له خده اكسفورد في المواد التانية برضو في الاولايز لو الطالب نيقوله ادبية بنقول له خد المواد اللي هي بتاعته الساينس بايد اكسفورد مش كيلو ايه برضو الفكرة انا عندنا في كيمبرج ستري بابر 2 فور و سكس في الايد اكسفورد بيبقى عنده بابر 1 سي و 2 سي فبقى بقى اسهل معا الحاجة التانية ان الكمبرج باعتمد على ان الطالب اللي بيحب يفهم اكتر هيمشي مع الكمبرج اكتر الطالب اللي بيحب يحفظ اكتر هيمشي مع ايد اكسفورد اكتر انا بقدوكم من الداخل الامر ازاي في المواد نفسها فهو شايف ابني مثلا بيميل ان هو يميل للحافظ اكتر خليه مع اليد اكسفورد بيميل الفهم اكتر يروح له الكمبرج ده الكمبارسون الواضح ما بين الاجبين فعلا ده في الالبالس وفي مواد كتير طبعا الناس قالت فيها ان اليد اكسل فيها اسهل مثل الساينس الكمسيطي والفاسيكس ايطالوجي الماث الانجلس كل يدي اتخذت فيها اليد اكسل شاهدوا ان فيها أسهل من الكاميرا. طبعاً لو كذلك ما تفعلنا أن أدراسة بتادي كاميرش خاصة دي ما فعلش مشكلة خاصة. لكن يفضل قوي اللي هالأي لابلز بالتحديد هي اللي تتكلم الأهم من ده كله ان زي ما بقول في بعض كده في مواد related ان لو طالب خذها هتساعده في بعضها زي ايه؟ لما ياخد بيالوجي ياخد معا الهيومن بيالوجي. ديه المادتين related لبعض وكانوا قبل كده بحسبهم مادة واحدة أحد مفصلهم وبعض مادتين. برضو المواد الثانية اللي هي اللي وصل واحد طالب مثلا ياخد ICT. وهو مثلا بعد كده عايز يدخل أي حاجة communication أو حاجة زي كده. ليه لأ لأنه ياخد computer science كمان. معدوش مشكلة يبقى المواد دي برضو related مع بعضها مثل ICT و computer science البيولوجي والهيومن بيالوجي يبقى بياخد مواد كلها تلازمة مع بعض. أو واحد بيقوله وادبي خالص. فنفترض المواد وادبي ده خد business. طبعا ما اخد business ياخد economics معا معا. الbusiness والeconomics والtravel and present كل ده في اتجاه للسياحة للحاجات الاقتصاد ونشعرف ايه. دي كلها حاجات related لبعض. الbusiness ده طبعا مترقصهم ده المبدأ الأم بتاعتهم كلهم. بيطلع بقى منها branches economics يطلع منها travel and present. حالو بيدخل في accounting كل ده برضو مواد related لبعض. فدائما انا بقول ان نحاول ناخد المواد ان انا هدخل جامعة ايه. او هدخل تخصص ايه. يهمني جدا ان انا اختاري المواد اللي هدفتني في الجامعة. زي ما اتفعنا البيولوجي والهيومن بيالوجي والكامستري في الاتجاه اللي هو زي ما اتفعنا الهيومن. هندخل مثلا engineering يبقى ناخد عندنا الناس والفيزيكس والكامستري. هندخل المواد اللي نحتاجها. الطالب بقى داخل بيزنس اصلا ومديره كلها ادبية. خلاص بقى عنده بيزنس وايكنوميكس وطراب للمقراز. الحياة اللي كلها تعتبر. في مواد كي ديها نزلت طبعا وبقى معترب فيها بالنسبة ل مصر كمان. زي environmental management. والجلوبل. دي مواد اللي جنات نزلت جديدة وبقى medicine وبالنسبة لبقى مصر هياخد ثمانية o level وواحد اي لابل او اثنين اس. ال 8 o levels. chemistry, physics, biology. والماث والانجلوش. وبعد كده دولك اكروعاصلين بالنسبة لي كده دلوقتي. يفضل طبعا طبعا خط biology اخد human biology. وعند فكرة human biology مادة ADXL بس. يعني حتى لو كنت اخد البيولوجي cambridge او اخده ADXL او اخده او اكسفورد اين وين تبت وقته ايه. الهيومن عندي في عام مثلا مادة الICT. جيل الاحتمالات افضل احتمالات او افضل عادة اختيار مواد. خد بعد كده واحدة. ال A level اخده biology. او اثنين اس. biology chemistry. طب افترضنا ان انا هسفر بره مصر. مثلا هسفر UK هسفر مسلا يوروب اي حاجة. في الوقت ده. هاخد 5 o level اقولك خد الخمسة دول. وهناخد بعد كده 3 A levels. 3 A levels. هناخد البايو. وناخد الماث. واختار واحد من الاثنين دول. chemistry. or physics. طب الشمان انت اخترت biology والماث. عشان اربط المجموعتين. لو طالب. مثلا افترض عايز يدخل مثلا مادةسن. وبيقولي لو مادةسن ما جاتش. انا عاوز ادخل بعدها computer science او عاوز ادخل بعدها engineering. مليش الامير تاني. خلاص يبقى انت تبقى عندك هنا الاصلية كايت هنا مين. البالج والاصلية هنا مين. الماث. دي الاصلية هنا ودي الاصلية هنا. طيب واخدت دي وخدت دي. وضفت عليهم بقى chemistry او physics. واحدة من الاثنين. كده ده بالنسبة لي. في بعض الدول زي كندا بديبل ب4 AS. لو خدنا 4 AS ناخدهم ايه. هناخد ده وده 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 وده. الاربعة دول الاربعة دولار مع الاربعة دولار مع الاربعة دولار مع الاربعة دولار ده في حالة ان انا بتكلم الوقتي على صفري هنا ده جواه مصر. دي هنا بالنسبة اليو كي او في يوروب بصفة عامة او المانيا او ايان كان انها يساعدت الحاجة زي كده. اياخد 5o level ودهات الابل. كندا بتاخد ب5o level و4 AS. طبعا بقيت الدول كلها متاح ان انا اطلع فاونديشن. لو طلعت فاونديشن ب5o level بس. الفاونديشن انا بزود على نفسي سنة دراسية بس بمشي سنة مدري. يعني معادلة بعضها. ازاي? زمالي هيعود مثلا لحد year 12. ولو في مدارس بتاع 13. anyway لحد اخر سنة. انا خلصت 11 بس 5o levels. اعد بس افر واخد فاونديشن. السنة اللي زمالي كانوا يقوموا فيها 12. انا خدت اول سنة في الجامعة. اللي هي اللي ابتدائية. اعدالي زيادة. يطلعوا هما يدخلوا first tier entry. وانا first tier entry مع بعض. بس انا عندي امتيازات عنهم. يعني انا واقول وجهة نظري للحد فيكو عايز يسافر ولاده برا. وجهة نظري الشخصية. لو ابنك كده كده لسه ما وصغش مدير 12. خلييكو تفاعد قوليكو لو يسافر. بعد اذنك يا دكتور. اتفضل. اه هو انا يعني الحتة بتاعت. ان انا الطلبة بالنسبالي هتطلع هو مش مسؤول. مش مسؤول بالنسبة لايه. هو الوقت داخل الامتحانات. بيديله مادتين تلاتة بس. وليسه الاتمسفير بالنسبة لي وديد كدولة بيعيش فيها. كمكان السكن اللي بس كن فيه. كمواد جديدة عليه. كل حاجة مضيار عليه. انا بخشى موقتة على حسب ترجع لكراكتر كل طالب والباريس بتوه. ازاي. لو افترضنا ان انا شايف ان ابني مع الاضطرابات ان هو يتغير من المكان التاني هيعدي اول سنة. مع لي ريسكي شوية. يبقى في الوقت داخل الامتحانات. يبقى مسؤولي. وطالب قوي. مجتهد. زي ما نسميه من قول راجل بمعنا اصح. نعرف نعتمد عليه. اه ينفع يطلع على فرستير انتري. ليه؟ هو ده في اي مكان هتسين وهيزاكر. هتحطه هنا هتحطه هنا. لا لا ابني الواحده بيزاكر. كويس. اطلع فرستير انتري. يعني انا بقول له هديك دي برجع كل طالب. هو شايف ابنه ازاي بقى في الوقت داخل. لو شايف ابني مسؤول طلع فرستير انتري. شايف انه هو لعبي. كسول. هيتلغبط. هيتأثر. اي ان كان ما تخليش سنة من درجاته. محسوب عليه. لا اخليها في سنة مش مسؤول. زي يعطاني بري اي جي مصر. او هير ناين. طالب مش مسؤول. خلاص انت بتتفرج عن منها. وحاجة تانية فيها ميزة كمان. ان بالنسبة للطالبة لما تدخل فرستير انتري. هو كده بضمن وقوده في الجامعة عن الطالب اللي داخل فرستير انتري. لان الاولوية يبقى المين. انا ما افترض دلوقتي عايز اقبل الدخوة الاولى دي. الف طالب. في عندي 500 طالب داخلين اصلا عندي كانوا موجودين فرستير انتري. هطلع ال 500 دول. فرستير انتري. واجيب بعد كده اقبوله 500 بنات. استحالة يكون طالب عندي. ومسجل عندي. وابدأ ان ادخل واحدة وقول له لا معلش التسلجي بجربت. رجعتني دولتك. مفيش الكلام فببقى دايما كمان نسبة الكابول كمان ان انا بختار حاجة تفيد الطالب ان هو خلاص حاجة تريد وسببت نفسه. لو طالب درجاته كويسة وشايفه مسؤول خلاص افالي بالبقى ادخل من لان موضوع 3A لفل مش قليلين. عشان بس بقى بعض الواضح معاكم 3A لفل دين مش حاجة كتير مش مش سهل عالطالب. او يكون طالب مبهد. فانا بقول دي بترجع لكل واحد شايف مسلا درجة الاجتهاد بتاع بنا فيه. الحاجة التانية ان لما بطلع مسلا فانا المفروض ان هو يقدر ياخد من كل جامعة بيروحها يعني لو كان جايب المفروض ان عشان يتقبل بأي جامعة في فانا نطلب منه طيب هو جايبي بيه هيدول مثلا حوالي 20% طيب جايلك ايه هيدول 30% على اول سنة طيب وبعد كده بقيت السنين كل ما يجيب المونتس بتاعه علي بيرو سكررشاب طبعا اعاوز ياخد فول سكررشاب يروح المانيا ويدرس بالالمانيا ياخد من دلوقتي يعني اختلط مسلا عايزة خلي امني ادرس وخصوصا لو طالب عايز يطلع هندسة بالتحديد هندسة طبعا في المانيا كوي جدا ممكن ان انا اعمل اين اخليه هيدرس من دلوقتي مسلا هو يسسا year 9 ولا year 8 يبدل ياخد الحاجات الكورسة اللي هو طلبنا منه الام 1 والام 2 والسي 1 والسي 2 والحاجات اللي مكتوبة منه كلها يكون خلصها في الـ Levels دي اول ما يخلص الـ Levels اللي مكتوبة منه هيبدأ بعد كده يدرس هناك في المانيا عادي ما عندهو مش مشكلة هيكون طالب بس منهم 5 Levels من امام C بس المانيا ما بتاخدش Foundation هيكون خلص المواد الاصلية بتاعته ويطلع يدرس هناك عندهم ما عندهو مشكلة فول سكررشاب في حاجة تانية كامل بالنسبة لموضوع الجامعات مهمة اول تبقوا عارفة في كتير بيدور لما يجي دور لدنه على جامعة يدور على الـ Rank بتاع الجامعة دي غلط كبير جدا 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 انا بيدور على الـ Rank التخصص مش Rank الجامعة ايه الفرق من الاثنين؟ انا نفترض مثلا عايز ادخل اني نفترض Engineering فالـ Engineering اللي عايز ادخله لي فجيت ادور مثلا على جامعة Liverpool, Nottingham, Manchester بيدور على اي جامعة فقاعد ادور الـ Rank بتاع الجامعة دي والله رقم 70 على العالم دي رقم 30 انت بتدور بايه؟ بالجامعة مش دا المطلوب انا بدور بالـ Engineering مين متخصص Engineering تمام؟ الـ Rank هيختلف معك يعني لو دخلتوا على اي جامعة اي جامعة دوروا عليها اللي ده انا بقوله ده بص على Rank الجبتاع الجامعة هتلاقي مثلا لقيتوا عندك رقم 300 على العالم بعدها لو تدخش على نفس الجامعة دي ودور على التخصص بتاعك هتلاقي المبعيير اختلف نهائي يطلع فوق انيزل تحتها انا استفدت ايه؟ لما تجيب لي جامعة رقم واحد في العالم بس في الـ Art وانا بدخل إني ما تسمي ايه وجه الاستفادة؟ هو كويس في الـ Art ماشي عاد عليه انا بايه؟ فدور على Rank التخصص ومش Rank الجامعة دي حقيقة الحاجة التانية في موضوع الـ Budget بتاع السعر يفرق عندي كمان ان انت بتدور على عايز الجامعة دي بالتحديد واللي عاوز المسامة في دولة ايه؟ يعني ايه؟ مثلا Nottingham موجود عندنا في الـ UK وموجود منها فرعه مثلا في ماليزيا وموجود فرعه تاني في المجر طب ما انا لو روحت اصلا في ماليزيا هدفع نص التكلفة اللي هدفعها في الـ UK وممكن اروح السنة أخدها من الـ UK لان انا مش فارق معي منها كان فينا انا عايز الجامعة فلانية ممكن اخدها من دولة تانية ويكون السعر فيها اقل في القصد كتير واخد الـ Graduation بس من السنة دي في الجامعة الهناك برضو عندنا بالنسبة من الحاجات الغريبة جدا 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 ان الدولة العربية اللي انتو كلكم موجودين فيها الجامعات سعرها وهي في الدولة العربية اعلى من سعرها الاصلي في الـ UK دي حاجة ما يقبلاش عقل بشري يعني ايه تقول لي اني مثلا تاكسس معا للموجودة عندكم في فريق بداخل المعات بصفة عامة جامعات موجودة في الدولة العربية سعرها الاصلي في الدولة العربية انه السعر في إصابة حضرت معنا موضوع اختيار الجامعات دولة وانك conocer حلول أنك إنها تخصص الحاجة التانية ادور على الجامعة دي اول ما اضغط عليها فين موجود الدول اللي هي موجودة فيها واضغط على البدجت بتاعها هلاقي البدجت في كل دولة متقارفة عن التاني. لو مش فارق معاك الدولة اللي انت رايحها ايه وعايز الجامعة بس يبقى خلاص ما عندكش مشكلة. يعني دايما اعمل للسيرش اللي انا عاوزه. انت عايز تدور. عايز اي خش اي جامعة في المانيا. يعني ما كله عايز سافر المانيا. عايز سافر على دولة معانا. يبقى ابدأ ادور السيرش في الدولة دي. لا مش بدور بالسيرش بالدولة. انا متضطبط بالجامعة. انا عايز اروح الجامعة فلان ايه. خلاص يبقى ناكس. هتدور على السيرش على الجامعة دي. وروح بعد كده ادور على التحصصات بتاعتها او فين الفروعة بتاعتها الموجودة فين وبجت كل واحد فين. يبقى دايما فارق السيرش اللي انا بدور به. طيب عشان كده بقول موضوع الجامعات. ما تستنوش لاخر سنة وتبدأ تفكر هنودي فين هنعمل ايه. ابدأ وقدم على فكرة. مفيش اي مشكلة قبل انك تدعت ايميل للجامعة موجودك لسه في رتن وكير ناين حتى وتبعت وتقوله انا انت بالقاتي عايزت ادخل عندك في مادة كذا او في تخصص فلاني. ايه المطلوب مني هيقولك المطلوب مسلا كذا وكذا وكذا اللي احنا عايزينه منك. قدع ان انا جهز دولي يبقى انا كده حطيت عالي صح على المصاري الطريق الصحيخ وبعلي كده. خير ما انا بدأت السنة اللي بختار ومفتر الدنيا اللي انا عاوزة. عشان كده دي كلها حاجات تفهم معنا. دي مسلا حاجات زي مسلا مادة السبقة ها. الحاجات التانية. زي مسلا هنا اللي عايز يدخل فارمسي. اللي عايز يدخل دان دان دان. موضوع بعد الدول والجامعات. اهو. هنا مسلا في اليو كي. متطلباته ايه. في اليو كي. بصوا كده في موضوع اللي داخل من اي جي. مطلوب مني في الفاونديشن. طب وليدخل في الولايه في عندي حاجتين قدامكم. وفي ايه الفرق بالتان دول. اول واحدة اللي هي لما الفاونديشن زي ما اتفعنا انا يدخل سنة زيادة تم هداية عليه. تيه الى الفاونديشن. وان مطلوب منه. طبعا هو حادثت لي لو كان من مشاهدات ثانية يعني مثلا طلبة مثلا كان سابس. او طلبة كات ايبي. طلبة امريكان سات. وناز مديك الحد في يسألني على السؤال ده هقولكو إيه الفرق المناهج من بعض الـ 5-O Levels ده في الـ Foundation طب هيدخل الـ Direct Entry هيقض 5-O Levels plus 3-A Levels الـ A Levels AS plus A-Tool كل مده يبقى خده كل مده Level 2 Level 3 كمان طب هيدخل International Year إيه International Entry الـ International Year إنه ما يضعش عليه السنة يدخل مع زميله عادي بس هنددينه مواد زيادة عليها يعني ده in between يعني إيه مثلاً إنه طالب واخد 5-O Levels ما قده موش الـ Reformation طب طالب واخد 5-O Levels وداد A Levels ندخله على First 2 Entry طب طالب واخد 5-O Levels واثنين A Levels أنا نقيسني واحدة ينفع أن تخلني آه هردك وهدخلك عني بدل ما أقولك قويتينج بلا أنت هتدخل مع زميلك بس هضيف عليك المادة اللي كانت نقصة زي اللي بجترنيبه عامل معادلة المادة اللي كانت نقصة هدي لك أنا مادة زيادة عليك يبقى زميلك مثلاً دخلية في الجامعة في أول سنة بخمس مواد وانت هتقوض الخمسة معهم مادة تعوض الـ Element اللي انت نعيس عنك ومش كل الجامعات بتوفر International Year Entry مش كلها في جامعات معلم اللي بتقابل بحاجة زي كان طيب ده كنت بتكلم مثلاً فين؟ في الحاجات اللي جات مثلاً موجودة عندي زي UK طيب افترضنا مثلاً إن أنا عايز أشوف بعيث الدول مثلاً عندي هولندا مثلاً في الآي جي واخد A5O Level ولو داخل A Level لو داخل First Your Entry اللي هو هيبقى A5O Level و 3A Levels ماليزيا ماليزيا على فكرة وتركيا من أكتر دولتين أسعارهم والإيلة جداً لو بتدوروا على الـ Budget للسعر أقال لسعر فين؟ هتلاقي أقال لدولتين طبعاً أكتر دولة هاخد فيها سكولورشاب هي ألمانيا لو بدرست بالألمانيا هاخد 90% وبدفع 10% لو عايز بعد كده مش بسكولورشاب والـ Budget يكون مش عالي قوي يبقى ماليزيا وماليزيا طبعاً متخصصة جداً في الهندسة وعندي تركيا عايز بعد كده أدور في اليوكي هبدأ أشوف بقى حسب التخصص هنا بالنسبة عندي الماليزيا برضو داخل 5O Level و 3A Levels بس في حاجة بقى هو عملها المفروض إن بقبلوا minimum C في ماليزيا بتقبل minimum D يعني لو الطالب جايب D مجرد ناجح بمعنى أصح لأننا C يعادل إن هو داخل جامعات دي اللي احنا عارفين زي مثلاً في مصر اللي داخلين المعاهد اللي جايب فوق 50% مجرد ناجح فماليزيا بتقبل في الـ A Levels اللي الطالب اللي جايب D كمان ما هدهاش مشكلة بعد كده في مثلاً عندنا هنا في باقي الحاجات USA برضو عنده 5O Levels تركيا في تركيا بقى بياخد ايه 5O Levels و بياخد معاهم 2A Levels يعني هنا في بعض الجامعات بتقبل لحد 2A Levels بس زي من يوم تركيا و ماليزيا بعض الجامعات بتقبل بـ 2A Levels بس و كنددا زي ما انتفقنا بتأيقدي إما بـ 2A Levels أو 4AS معدهاش مشكلة دي تضرر بالنسبة للحاجات الموجودة معنا نعم نعم